تستفز قوات سوريا الديمقراطية قصد المكونة العشائرية من جديد حملة اعتقالات وملاحقات جنوب الحسكة الحجة بحث عن خلايا لتنظيم داعش وفي الجوهر ترهيب يلي هبة شعبية تحدث حصار الحسكة والقامشلي ورد على تململ عبرت عنه عشائر عربية بدعوة أبنائها إلى الانشقاق عن قصد والالتحاق بالجيش السوري الضامن الوحيد لكافة المكونات في الجزيرة السورية هناك مؤشرات أو تلقت قصد مؤشرات بأن الأمريكي يعيد رسم الخريطة في المنطقة ويريد رسم سياساته تجاه سوريا تحديدا لذلك هي تعمل على تصعيد تجاه الدولة السورية وتجاه العشائر العربية في المنطقة من أجل دفع الإدارة الأمريكية لاستبقاء القوات الأمريكية في الشمال الشرقي للسوريا مشهد متحرك إذن في ظل الرهان على واشنطن من جديد لم يخفي قائد قصد مظلوم عبدي في تصريحاته الأخيرة التطلع إلى تفعيل الدولة الأمريكية في ظل إدارة بايدن والانتقال إلى تصحيح أخطاء سلفه كما يرى رهان يعيد طرح سيناريوهات التصعيد مع دمشق بعيدا من الطريق الأقصر والأسل عبر تفعيل الحوار بحثا عن تسويات وطنية جامعة يبدو أن قصد يريد تكرير أخطائه ويريد أيضا مرة أخرى التعويل على أوراق واهية وهي أن الأمريكي يعتقد بأن الأمريكي يريد البقاء في المنطقة علما بأن كل الدراسات وكل الأبحاث وكل المقالات التي تكتب اليوم هي أعطاء نصائح لبايدن للخروج من سوريا مظاهر التململ من سياسة الإدارة الذاتية ورفض الاحتلال الأمريكية لم تبدأ اليوم ثم تتراكمات ظهرت وخصوصا في ريف دير الزور الشرقي وريف القامشلي اعتراضا على الدوريات الأمريكية على الأرض استعادت الحسك والقامشلي حياتهما الطبيعية كما كانت قبل الأسابيع الثلاثة الماضية لكن عودة قصد للرهان على واشنطن من جديد وللابتعاد عن دمشق تنظر بتعقيدات أكبر تطال شرق الفرات بأسره محمد الخضر دمشق الميادين